تحقيق نتائج لافتة في الإبداع والابتكار في العديد من المجالات ومن أهمها الذكاء الاصطناعي وذلك نتيجة استراتيجية دقيقة وواضحة تنفذها وزارة التربية والتعليم وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير المناهج الدراسية وتنويع الأنشطة الطلابية المتخصصة التي يتم من خلالها الكشف عن المواهب والطاقات المتميزة في إطار الجهود الحثيثة والاستراتيجيات التحفيزية المدروسة التي تتبناها وزارة التربية والتعليم والتي تحاكي عقول طلبتها لتوضع في مقام الدعم المخصص لإبداعاتهم وابتكاراتهم في العديد من المجالات ومن أهمها الذكاء الاصطناعي تحرص وزارة التربية والتعليم وبشكل دائم على إدراج المضامين المواكبة للتطورات العالمية في المناهج المطبقة بجميع المراحل الدراسية وذلك عبر قيامها بتطوير كتب تقنية المعلومات والاتصال بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وكتب العلوم التجارية والتعليم الفني والمهني بالمرحلة الثانوية وتضمينها بموضوعات حديثة تتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والثقافة الرقمية والاقتصاد الرقمي بما يسهم في تكوين شخصية طلابية مبدعة ومنتجة طبعا نحن كإدارة تمدرسة المكونة من هيئة إدارية وتعليمية سعت على تسخير كافة الإمكانات المتاحة وبتكاتف الجهود لدعم طالباتنا المهوبات وسقل موهبتهم والعمل على توفير الفرص الكافية لتنمية توجهاتهم الإيجابية نحو الذكاء الاصطناعي نحن استخدمنا الألواح الشمسية في الروبوت مالنا عشان يجمع الطاقات الشمسية ويضعها في بطاريات وعلى الأغلب نحن نستخدم في المدارس البحرين اللي هو ألواح الشمسية ونحطها على الأسطح المستوية عشان نتجمع الطاقة وتولدها من بدل الكهرباء طبعا الروبوت هاي هو الروبوت اللي شاركنا فيه في مسابقة البحرين الوطنية للروبوتات تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة طبعا هاي المسابقة كانت لها أثر إيجابي جدا علينا كطالبات خصوصا لنا الروبوت هاي احنا برمجنا بنفسنا القطع مونت احنا مركبينها واحنا اللي يعني رحنا هناك المسابقة وكانت تجربة صراحة جدا جميلة طبعا فست في مسابقة الشيخة فوديا سعد الصباح العلمية بالمركز الأول على مستوى مملكة البحرين والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي فابتكرت روبوت يقدر ينتحل أكثر من شخصية من شخصيات المجتمع منها الكودر الطبي الكودر التعليمي ورجال الأمن ويقوم بالوظائف اللي يقومون فيها مثل قيوس الحرورة وتعقيم اليد وقيوس معادل ضربوت القلب ومعادل الأكسجين ويعطي أرشاده التوعوية بجميع اللقات فبأسرور الإنسان البحريني والتساء الثقافة والطلاعة لله الحمد تمكنت الحصول على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي وكذلك الحصول على المركز الأول على مستوى مملكة البحرين هذه الجهود المبذولة من قبل الوزارة ترجمها فعليا من خلال المواصلة في تدريب الطلبة على مهارات التفكير الإبداعي والابتكار التكنولوجي وبرمجة الروبوتات وغيرها من القدرات المواكبة لمتطلبات العصر الحديث في ظل وجود قاعدة صلبة للتعليم الرقمي تتمثل في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وبدعم من أخصائي التفوق والموهبة الموجود ضمن الكوادر المدرسية مشروعنا هو فارماسي فور دي هو عبارة عن تطبيق يساعد المرضى بالحصول على الصيدة الياد المتوافرة في ملاكات البحرين اللي يتوافر في الدواء المطلوب من خلال مسح الوصفة الطبية سواء كانت مطبوعة أو بخط الياد يساعد الصوت والضوء على خدمة جميع الفئات من بينهم ذوي العزيمة، الصم والمكفوفين قدمت لنا وزارة التربية والتعليم الدعم اللازم لعمل هاي الجهاز وسنحت لنا الفرصة في أن نبرز موهبنا في هاي المجال المشروع نتكلم عن مدينة فيها ذكاء الاصطناعي وعن مستقبل توفير الطاقة المصابقة شاركنا فيها مصابقتين ومصابقة الأولى الـ WRO فسنا فيها في المركز الثاني والثالث ومصابقة الثانية تحد علم المستقبل من قبل المرات وفسنا فيها المركز اللواء على الخليج هذا المستوى العالي من الرعاية والاهتمام أدى إلى تحقيق إنجازات مشرفة محليا وإقليميا وعالميا كان آخرها فوز فريق طلابي بحريني بالمركز الأول في جائزة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز والتي نظمت تحت إشراف مركز حمدان بن راشد المكتوم للموهبة والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتعاون مع مراكز الموهبة والإبداع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الظفر بالمراكز الأولى لمدارس البحرين في مسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للابتكار في الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير ترجمة نانسي قنقر